إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيل من بلاغة القرآن الكريم آياته محكمات لا نضر بها من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في أولى حلقات هذه المسابقة من بلاغة القرآن الكريم أيها الأخوة المؤمنون من بلاغة القرآن الكريم ووجوه إعجازه التقديم والتأخير وللتقديم والتأخير في القرآن الكريم أسرار بلاغية متنوعة تفهم من السياق ومن شواهد ذلك قول الله تعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ففي هذه الآية الكريمة تقديم وتأخير حيث قدم سبحانه المفعولين إياك ولم يقل نعبدك ونستعينك وذلك للاختصاص ففي قوله تعالى إياك نعبد تخصيص العبادة لله تعالى وحده وفي قوله تعالى وإياك نستعين تخصيص الاستعانة به وحده سبحانه وقدمت العبادة على الاستعانة لأن العبادة من أسباب حصول الإعانة وإجابة الحاجة وأيضا لكون العبادة هي المقصودة والغاية من الخلق ولكون الاستعانة وسيلة إليها ومن وجوه الإعجاز في هذه الآية الكريمة أيضا تكرار قوله تعالى إياك وذلك للتوكيد فلو قيل إياك نعبد ونستعين لفهم أنه لا يتقرب إليه إلا بالجمع بين العبادة والاستعانة بمعنى أنه لا يعبد بدون استعانة ولا يستعان به بدون عبادة وهذا غير وارد وإنما هو سبحانه نعبده على وجه الاستقلال ونستعين به على وجه الاستقلال وقد يجتمعان لذا وجب التكرار في الضمير إياك نعبد وإياك نستعين وأطلق سبحانه فعل الاستعانة لتشمل كل شيء وليست محددة بأمر من أمور الدنيا وقرن سبحانه العبادة بالاستعانة ليدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بعبادة الله إلا بإعانة الله له وتوفيقه وهو إقرار بعجز الإنسان عن حمل الأمانة الثقيلة إذا لم يعنه الله تعالى على ذلك فالاستعانة بالله علاج لغرور الإنسان وكبريائه واعتراف من الإنسان بضعفه وسؤال الحلقة الأولى لسورة الفاتحة عدة أسماء اذكر ثلاثة منها مع ذكر حديث شريف في بيان فضلها بقيمة علوم الأرض قد جمعت في كل عصر مع الأحداث تنسجم أيها الإخوة المؤمنون للمسابقة جائزتان يوميا قيمة كل جائزة 1500 جنيه ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك مع تمنياتنا بدوام التوفيق كتاب أعكمت آياته ثم مفصلت من لدن حكيم خبير من بلاغة القرآن الكريم مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار ترجمة نانسي قنقر